على عدة جبهات تحشد الولايات المتحدة الهدف المعلن أحياناً والضمني أحياناً أخرى هو مواجهة إيران ولو كان من باب الترهيب والردع فقط لكن واشنطن لا تريد أن تكون وحدها في هذه المواجهة بل تسعى إلى جر دول أخرى معها المساعي لتشكيل حلف نيتو عربي باءت بالفشل لتتجه الجهود في مسار آخر أعلن عنه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دونفورد التحالف العسكري المقترح هذه المرة يهدف إلى حماية ما وصفه دونفورد بالمياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن وتحديداً مضيقي هرموز وباب المندب لم تفصح الولايات المتحدة عن الدول الأعضاء في هذا الحلف لكن التوقعات تشير باتجاه شركاء واشنطن في المنطقة ممن يتشاطرون معها الموقف العدائية من إيران وبالتوازي تعمل الولايات المتحدة على تشكيل حلف آخر أيضاً مع دولة معادية بشدة بإيران صحيفة معارف الإسرائيلية كشفت أن رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو يسعى لدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلان عن حلف دفاعي مشترك نوقشت فكرته في القيادتين الأمنية والسياسية الإسرائيلية والأمريكية أما على جبهة سوريا فنجحت واشنطن في إقناع بريطانيا وفرنسا من دون ألمانيا بإرسال قوات إضافية لسد الفراغ الناتجي عن نقص عدد القوات الأمريكية في البلاد نجاح قد يستثمره ترامب على الأغلب في حملته الانتخابية المقبلة ليعلن أمام ناخبيه أنه أعاد جنوده إلى وطنهم أولا وأن الولايات المتحدة لا تدفع وحدها فاتورة التدخل العسكري في الشرق الأوسط